السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي عشرين خمسة وعشرين ترمأ ورجعت لكم بفيديو جديد معاكم مسأس ما ياسر النهاردة هكمل معاكم يونت فور الوحدة الرابعة زي ما انت شايفين اللي بعنوان هنشرح معا بعض النهاردة الدرس الاول والدرس التاني نقرأ الكلمات نشرح القواعد والفيديو اللي بعد ده على طول هينزل الحل على الدرس الاول والتاني ده شكل الوحدة الرابعة زي ما انتوا شايفين في كتاب الجم وده الدرسين الاول والتاني زي ما انتوا شايفين الدرسين الاول والتاني بتجي او صفحة كاميامس 131 يعني 131 في كتاب الجم للي معا نسخة كتاب الجم وقلنا ان عنوان الوحدة يعني في الماضي يونت فور الوحدة الرابعة سنة تانية لو انت اول مرة تابعنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع اصدقائك ودعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب وهم كمان يستفيدوا سيب لك تحت في الوصف اسفل الفيديو على طول ازاي تكتب ازاي تكتب ايميل صفحة الفيسبوك تتابعنا هناك وتستفسر عن اي حاجة حاجة بتستفسر عنها ونسيب لك كمان كوامل تشغيل الصف الثاني الاعدالي عشرين خمسة وعشرين ترمى اول في جميع التقييمات الاسبوعية الخاصة من موقع الوزراء لحد الاسبوع الخامس وينزل التقييمات اللي جاية كلها بازن الله وهسيب لك فيها كمان الفيديوهات اللي فاتت كلها مشروحة ومحلولها بالترتيب من الوحدات السابقة آآ زي ما انتم عارفين فيديوهات للشرح وفيديوهات للحل نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقتنا زي ما احنا عارفين كتاب الجم معودنا ان احنا بندق بالفكابيوليري اللي هي المفردات اول جزء بنبدأ به وهو الكي المفردات الرئيسية اول كلمة معانا يا ولاد اثري او قديم جدا يعني ودي كلمة يا ولاد صفة دي بتفترني يلا كوس او كنترا يعني ودي ناون اسم رائع يعني وفيه كلام كتير قوي بمعنى رائع زي كل ده بيساوي كلمة رائع هنا جايلي يتصرف ودي اولاد ماضي لما بيجي احطه في التصريف التاني للفعل في الماضي بضف له دي بس لان الفعل منتهب لكن الكلمة نفسها يتصرف يعني بيهايذ اللي بتفترني بيهايذ قلعة يعني كاسل ودي ناون اسم لو تلاحظوا ان هنا التى سايل انت لا تنطق اسمها ايه بقى كاسل قلعة كاسل كالتشور يعني ثقافة اسمها كالتشور كالتشور مرشد يعني جايد ودي ناون يا ولاد اسم مرشد يعني جايد اللي بتفترنيه جايد جايد هستوريك يعني تاريخي ودي adjective صفة هستوريك هستوريك ماسك يعني مسجد ودي ناون اسم ماسك ماسك بري يصلي في الماضي بتفلاع ايه دي لان دي برب فعل بير بري بري بعد كده يحمي يعني بريكت في الماضي بتفلاق ايه دي لان دي برب خد يحمي بروتكت بار Protein ريس سباك دي ناون اسم ريس ريس ريكماند يرشح او يوصي بي دي فربي برضو فاعل بدفلها ايه دي في الماضي ريكماند ريكماند اطلال او انقاد يعني اسمها روينز ودي ناون اسم ياولاد روينز يعني اطلال او انقاد ربيت افترميل او سمحتو روينز ستادييوم يعني استاد ودي ناون اسم ستاديوم ستاديم ستاديو تمثال ودي ناون برضو اسم ستاديو ستاديو مسرح ويناون اسم theater ticket برضو تذكرة ticket عندي بعد كده view اللي هو منظر view ده بالنسبة للكي vocabulary الجزء بتاع الكلمات تقدر تعيده اكتر من المرة عشان يزبط معيك بعد كده كتاب الجمي جايب لي additional vocabulary المفردات الاضافية bring يحضر زي ما انت شيفت التصريف التاني منه brought تمام وده فيرب يولاد فعل bring brought ولو تلاحظوا في كلمة brought lg h silent لا تنطق bring brought بخصوص او متعلق بي concerning ودي كلمة adjective يولاد صفة concerning concerning object يعني شيء ودي نون اسم object packed launch يعني غداء معلبا نون طبعا اسم packed launch packed launch picnic launch غداء النزهة نزهة بقى خلاوية كده ويا ايه بدا ويتغدوا فيها picnic launch picnic launch بعد كده يحترم او احترام يعني respect اللي بدي تمشي فيربيا ولا تفعل وبتمشي نون اسم في الماضي بندفلها ايدي respect يحترم او احترام يعني respect rule اللي هي قاعدة او قانون ودي برضو نون اسم rule rule sports match اللي هي مباراة رياضية ودي نون برضو اسم sports match sports match stone اللي هو ايه حجر stone ودي نون اسم time برضو عصر او عهد ودي برضو ايه نون اسم time time طبعا الجزء بتاع الحل اللي قلنا في الفيديو الخاص بالحل فمش هنحله في الفيديو ده في صفحة one hundred thirty two يعني مية اتنين وتلاتين لسا مكملين في lessons one and two الدرسين الاول والتاني الواحدة ايه unit four الورابعة عندي الجزء ده خاص بال language expressions اللي هي التعبيرات اللغوية اول حاجة معايا drop letter يعني يلقي القمامة drop letter drop letter drop letter get a guide يعني يحصل على مرشد get a guide leave straight away يغادر على الفور leave straight away بتفترمين او سمحتو leave straight away plan properly يعني يخطط بشكل مناسب plan properly plan properly plan properly بعد كده ياولاد عندي propositions اللي هي حروف الجرد مسافة طويلة بالسيارة الى يعني along drive to along drive to along drive to يعني مسافة طويلة بالسيارة الى مسيرة طويلة الى along walk to along walk to along walk to بعيدا عن away from away from away from day two day two day two excited about متحمس بخصوص excited about excited about go back to يعود او يرجع الى go back to go back to interested in مهتم بي interested in interested in interested in بعد كده ما تخلي entrance to ما تخلي entrance to بعد كده ياولاد عندنا الconjugations of irregular verbs تصريف الافعال الغير منتظمة forget ينسى الماضي منه forgot التصريف الثالث forgotten forget forgot forgotten forget forgot forgotten take يأخذ الماضي منه talk التصريف الثالث taken take talk taken بعد كده عندي words and opposites يعني الكلمات وعكسها awesome رائع عكسها كلمة terrible وهيربل اللي اتنين بمعنى فضيء او سيء دي العكس بتاعها ياولاد awesome terrible هيربل بعد كده national يعني قومي عكسها international دولي او عالمي national international national international ancient قديم او اثري عكسها modern حديث ancient modern ancient modern protect يحمي عكسها damage يدمر او يطلف protect damage protect damage بعد كده الجزء بتاع الحال اللي قلنا هنحله في فيديو الحال عندي طبعا زي ما نشايف language قاعدة notes ولحظات لغوية زي ما نشايفين اول حاجة historic وديت يولاد adjective بمعنى ذوها اهمية تاريخية يعني له وجود في التاريخ او تاريخي historic ذو اهمية تاريخية او له وجود في التاريخ او تاريخي history the noun is بمعنى التاريخ يعني مادة التاريخ نفسها يعني i like visiting historic places هنا اقصد ان انا زرت اماكن تاريخية لكن لما اجا اقول my favorite subject مادتي المفضلة is history هي تاريخ يبقى لو اتكلم عن المادة درشات العام هتكلم عن history لو هتكلم عن اماكن تاريخية هتكلم عن history طيب بعد كده عندي arrive at يصل الى قالك بيجي بعدها مكان محدد تماما زي مدرسة بيت مكتب مطار لكن arrive in بيجي معها مكان غير محدد بمعنى بلد مدينة قرية لكن انا في الarrive at بحدد المكان بالظبط يعني he arrives at ووصل لي school المدرسة on time في المعاد انا هنا حددت ان انا وصلت فين بالظبط في ال school لكن هنا he arrived in ووصل لكايرو last night اللي هو ايه وصل للقاهرة بشكل عام بقى وصل فين في القاهرة ما انا عرفش ووصل للقاهرة الليلة الماضية ده بالنسبة اولاد الليلة اللانجوج تعال نكمل صفحة 133 مية تلاتة وتلاتين طبعا جزء الحال هنحله في فيديو الحال وصلنا للvocabulary الجزء الخاص بالفهم وليس حفظ عندي شوية definitions تعارفات اول تعريف معانا ancient اللي هو قديم او اثري يعني very old قديم جدا arch قوس او كمترة قالك an entrance to another place ان هو بيدخلها في مكان اه اخر ده awesome يعني رائع معناها amazing بمعنى رائع برضو castle قلعة a place that has very strong walls عنده حوائط قوية جدا guide مرشد قالك a person هو شخص who can show you round a place هو بياخدك ايه لف حولين المكان كده historic تاريخي important in history حاجة مهمة في التاريخ mosque اللي هو مسجد a place a place that muslims can pray at بيصلي فيه المسلمين rounds اللي هي الاطلال not complete building مبنى غير ايه مكتمل يعني باقي منه ايه صخور بقى واثار وحاجات من دي stadium a place a place a place you can watch a sports match قد تقدر تشوف فيه المتش statue تمثال something you can see in a museum ده شيء كده ممكن تلاقيه في المتحف view منظر what you can see from the top of something لما تيجي تشوف حاجة من على الكمة يعني مثلا من balcony من شرفة من كمة مثلا من باب زويلة الحاجات دي تقدر تشوف من خلالها view او منظر بعد كده عندي words and synonyms والمراضب بتاعها او المعنى بتاعها protect يحمي بتسوي كلمة save يحفظ او يحمي protect save protect save awesome رائع بتسوي كلمة amazing و attractive اللي اتنين بمعنى مذهل او جذاب awesome amazing attractive awesome amazing attractive amazing attractive بعد كده عندي places اماكن and countries و ايه و بلاد اماكن و بلاد عندي بعض الاماكن كده هنقرأها مع بعض يلا نقرأ اول كلمة معايا مدينة ابدوس يولاك في مصر اسمها ابدوس اللي بتفترمي يلا ابدوس ابدوس اللي هي مدينة ابدوس في مصر ابدوس الجيريا اللي هي الجزائر الجيريا 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 اللي بتفترمي الجيريا بالبك اللي هي في لبنان بالبك 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 جميلة اللي هي قرية جميلة في الجزائر جميلة 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 بعد كده ديجان مالي ها و عندي برضو المدن دى تعالك نكراها مع بعض ديجاني اولاد today fixes أميلي ديجاني ديجاني بتفترمي ديجاني ديجاني جارش اللي هي مدينة جارش في بيترا جارش بيترا جارش بيترا العردني يعني جوردن بتفترمي جوردن العردني يعني جوردن جوردن اللي هو معبد القارنك بعد كده لبنان يعني لبنان اللي بيت افترمي بعد كده لبدا الكبرى اسمها اللي هي لبدا الكبرى في ليبيا مالي اللي هي مالي رومان اللي الرومان رومان دي اولاد بالنسبة للأماكن والبلاد وصلنا بعد كده لصفحة 134 مية اربعة وثلاثين لسن كاملين في لسنز وان ان تو درسين الاولين والثانين في يونت فور الوحدة الرابعة قراءة لسنينج سكيلز ومهارات الاستماع قراءة كده عندي سؤال قبل ما بنقرأ السؤال ده بيقول ايه تعايا نشوف مع بعض السؤال ده يولاد زي ما انتو شايفين كده بيقول يعني ماذا تفعل عادة قبل الذهاب في رحلة مدرسية اسمع للمدرس استمع للمعلمة او للمدرسة ما الذي تخبر به الفصل طبعا يولاد نص كده على لسن وان على الدرس الاولاني تيتشرة هتبدأ تتكلم وبتقول بتقول انا عارفة ان كل متحمس لزيارة الاهرامات يوم الحد المقبل بتقولهم كمان من المهم ان احنا نخطط لرحلتنا بشكل صحيح لذا احتاج الى التحدث معك حول القواعد لان احنا نتمكن من المغادرة على الفور طبعا بيقولك ان الرحلة طويلة بالسيارة للجيزة من المدرسة we are going to be away from school for the whole day وبتقول كمان سنكون بعيدا عن المدرسة طوال اليوم لذلك you must bring a packed lunch مفروض تجيب معاك ايه تجيب معاك الغدا معبق it's going to be very hot الجوكرة هيكون حر so you must also bring a hat معاك قبعة and a bottle of water وزجاجة المية of course بالطبع the pyramids الاهرامات are very important to the history هي مهمة جدا يا ولاد للايه طبعا زي ما احنا عارفين للتاريخ and the culture والثقافة of our country بتاعت البلد بتاعتنا we must help to protect them بتقول ان هي كمان يجب علينا المساعدة في حمايتهم you mustn't climb ما تتصلكش the pyramids الاهرامات or sit on them او تجلس عليهم you mustn't drop a leather ما ترميش القمامة بتاعتك we must bring all of our our rubbish home with us مفوض نجيب القمامة بتاعتنا الى ايه المنزل so لذلك are there any questions about the trip هل في اي سؤال عن الرحلة السؤال اللي انها بيقول لك why do you think we should plan our trip properly ليه مفروض نخطط للرحلة بتاعتنا بشكل صحيح زي ما انتم شايفين هي قالت في الاول ان احنا مفروض نخطط للرحلة بتاعتنا بشكل صحيح وبدأت تقول بقى القواعد عشان ايه تتكلم عن الحاجات دي how can we help protect our culture ازاي نحمي او محافظ على الثقافة بتاعتنا برضو او الاجابات بتاعتها تقدر تجاوبها وتبعتها لي على الفيسبوك او تتبعها تحت في الكومنتس تعالى نكمل بعد كده بقى بيقولك complete the text with must or mustn't it is a long walk to the temple so you must all listen carefully بيقولك هنا ايه بقى تعالى انها مسافة طويلة سيرا على الاقدام الى المعبد لذا يجب عليكم جميع الاستماع بعناية it is hot today الجو حر اليوم so you must all wear مفوك كلكم بترتدوا ايه a hat كمان يجب عليكم ان انتم ايه تجيبوا كمان معاكم ايه او تأخذوا معاكم بعض الماء ايضا cars mustn't drive on this road so we can walk on it safely بيقول ان السيارات على هذا الطريق ما بتقدرش ايه يجب ان لا تسير على هذا الطريق لذلك حتى انا مكن على السير عليه بامان however you mustn't stay on the road and you must walk بيقول كمان يجب ان لا تبقى على الطريق ويجب ان تمشي you mustn't run there ما تقدرش كمان انك تجري ما يفعش تركض هناك when we arrive at the temple لما توصل للمعبد but you mustn't touch any of the buildings متنمس اي من المباني because it is very old لانها قديمة جدا we can eat our picnic lunches نقدر كمان ايه ان احنا ناخد الغدب بتاعتنا نزهة after we visit the temple بعد ايه زيارتنا للمعبد but you mustn't eat in the temple ما يفعش تكل في المعبد طبعا finally you mustn't forget او عتنسى كمان ترات انك تكتب about what you see عن ماذا ترى تعالوا نكمل وصلنا لبعد كدا يولاد اللي بتجا او صفحة 135 135 135 هنقرأ برضو هنا نص complete academic review with words or a number from exercise 1 and 2 my trip I love historic انا بحب ايه historic places الاماكن التاريخية like Petra in Jordan it dates to around 300 BCE يعني عايز يقولك هنا يعود تاريخها الى حوالي 300 قبل الميلاد so it is more than 2000 years old لذلك فهي عمرها اكثر من الفي عام you must يجب عليك buy a ticket تشتري تذكرة وفيزت للزيارة but when you are inside you can walk for a long way through the old city and the views بيقولك كمان انت تشتري تذكرة ولكن عندما تكون بالداخل يمكنك المشي لمسافات طويلة عبر المدينة القديمة والمناظر from you some of the higher places are awesome والمناظر ايه؟ المناظر طبعا من بعض الاماكن المرتفعة الرائعة ولكن but you must be careful مفوت تكون حازر our guide explained المرشد هيوضح لنا how all the temples are المرشد هيوضح لنا ايه؟ عمر المعابد هنقول they are really interesting يا مثيرة حقا I really enjoyed our day there and recommended a visit انا طبعا استمتعت حقا باليوم واوصي بزيارته طبعا عندي كلمة back neck جايب لطريقة النطق بتاعها back neck وكلمة awesome awesome لي ايه اقراقها بعد كده اولاد سؤال كده قبل ما نبدأ على طول where is the roman theater اين ايه؟ اين طبعا اين المسرح الروماني read the reviews ابدأ اقرأ بقى المراجعات دي and answer the questions وقاب على الاسئلة an amazing day out يعني يوم رائع I visited anazer زورت ايه abdos last week الاسبوع الماضي with my cousins مع ولادة عمي there is so much to see هناك كثير يمكن رؤيته هنقول temples المعابد amazing رائع art and ruins in the desert يقول المعابد والفن المزل والاثار في الصحراء I am not usually very interested in history انا لست مهتما بالتاريخ عادة but this place لكن المكان ده is awesome رائع it's really amazing ايه اولاد بيكون مزهل حقا من اللي اتكلم ماجد في كايرو في القاهرة بعد كده get a guide يعني احصل على مرشد the ruins اللي هي اولاد البقايا او الاثار at the karnak temple في معبد we are amazing رائع and we really enjoyed وحنا مستمتع حقا our visit its a big place مكان كبير so you need a few hours انت محتاج ايه ساعات قليلة to walk around ده شتتجول حوله it's also a good idea فكرة كويسة to get a guide to tell you all about the history يقول لك من الجهد الحصول على مرشد اللي يخبرك بكل شيء عن التاريخ من اللي بتتكلم هنا ليلة في اسيوت go back to roman times يعني ايه هنا ارجع للعصر الروماني i visited the roman theater انا زرت المسرح الروماني in alexanderia في الاسكندرية with my cousins مع اولاد عامي last week الاسبوع اللي فات it is easy to imagine من السهل انك تتخيل what life الحياة roman times يقول لك من السهل ان انت تتخيل كيف كانت الحياة what like here في العصر الروماني there are also status كان طبعا موجود هناك ايه تماثيل and the ruins اللي هي الاطلال او البقايا of a temple in the museum في المتحف there was great fun يقول لك كان الامر ممتع عند الغاية مية اللي بتتكلم هنا ساميرة في الجيزة جيبلي سؤالين بقى بيقول لك do you think was happy in abdos هو كان سعيد في abdos وبيقول لك why لماذا why not ولماذا لا هو هنا بيتكلم عن الجزء الخاص بمين يا ولاد الجزء الخاص بماجد اللي هي القطع علي تمام كده تمام بعد كده وصلنا زي ما انتوا شايفين لصفحة 136 بيقول لك هنا read pre-reading question what do you know ما زي تعرف about جراش عن جراش read about جراش and match the photos ad to the paragraph one four the city of جراش by عزة المدينة بتاع جراش من خلال عزة تعال كده نشوف جراش is a roman city in جوردن بيقول لك ان جراش دي اولاد هي مدينة رومانية رومانية في الأردن هنقول it's more than two thousand years old يعني عمره الفين عام when you go there لو تروح هناك the first thing you see is the entrance entrance to the city بيقول لك هما بتروح هناك او بتذهب هناك اول مرة اا اول ما تراه هو المدخل بتاع المدينة هنقول the arch is very tall you must buy a ticket before you go in بيقول لك كمان القوس طويل جدا يجب عليك شرقة اسكرة قبل الدخول the romans اللي هما الرومان enjoyed استمتعوا watching sport هنقول ان الرومان بيستمتعون بمشاهدة الرياضة this stadium the stadium اللي قال is for roman horse races you can watch races there today بيقول لك الملعب مخصص السباقات الخيول يمكنك مشاهدة السباقات هناك اليوم جراش had three roman theaters عندها ايه ثلاث مسارح رومانية هنقول the biggest theater is the south theater بيقول لك المسرح الاكبر هو المسرح الجنوبي five thousand people can sit here يقدر يقعد في حوالي ايه خمسة الاف شخص this temple as the is on a hill على ايه اولاد على زي ما تقول كده على تل there is an amazing view هناك منظر رائع of the city from here from here i think it is important to learn about history places around the world حول العالم we must protect them يجب ان احنا نحميهم so that people can visit in the future too عشان ناس تقدر تزورهم في المستقبل ايضا هنا بيقول لك بيعلمك كده how to guess the meaning of a word معنى الكلمة اول حاجة read the passages لما فيجي تخمن معنى الكلمة لازم تقرأ القطع جيدا look for a clause مفروض كمان تبدأ بقى تنظر او تبحث عن دليل يساعدك لفهم الكلمة point towards around the unfamiliar word بيقول لك ايه بقى ان انت بتقرأ الكلمات حول الكلمة الغير مألوفة that might help understand its meaning عشان تحاول فهم المعنى بتاع الكلمة اللي هو قالك عليه يعني تعال كده make a guess هتبدأ تخمن example دي مثال the city of Petra المدينة بتاعة Petra is awesome ها نقط اللي اعتبرها مش عارفانها ليه awesome دي مش عارفانها it's really amazing هي حقا رائعة كيف هو قصده هنا awesome دي ايه I enjoyed visiting it انا بستمتع بزيارتها what does the underlying word awesome mean كلمة awesome اللي بتعني ايه قالك بعد اكراك الجملة جيدة نستنتج ان كلمة awesome بتشابه في معنى كلمة amazing اللي اتنين بمعنى رائعة هي رائعة هي حقا رائعة يبقى هنا انا عندي the underlying word كلمة awesome اللي هي رائعة means بتعني amazing beautiful wonderful اتنين بمعنى ايه رائعة يبقى انا اكرأ الجملة جيدة عشان اعرف اخمن الكلمة معناها ايه طبعا احنا الجزء بتاع الحل اللي قلنا هنسيبه للحل احنا هنعمل ايه دلوقتي احنا بروح للاجزاء الشرح بس في صفحة 139 139 عندي language بتاعي النهاردة قاعدة مهمة من القراءة كده بتاعت النص النهاردة لاحظنا ان بتاعات كلمة must بمعنى يجب و mustn't بمعنى يجب الا هنا النفي بتاعها وقرأنا كتير كلمة must و mustn't النهاردة في النصوص بتاعتنا we must listen carefully مفروض او يجب عليك انك تستمع بحذر للمدرس during class أثناء الفصل usage and form الاستخدام والتكوين الخاص ب must و mustn't عندي اول حاجة و احنا طبعا عارفانها من غير ما نفكر الاثبات must لكن ال negative هتكون من mustn't في واحدة اثبات و واحدة نافذ قالك we use احنا بنستخدم must to take about عشان نتحدث عن necessity ليه الضرورة and obligation اللي هو الالزام حاجة يجب ان انت تعملها بتستخدم اول حاجة subject الفاعل 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 ده ممكن يكون نجي ولا اي حاجة خاص ولا تصريف تاني الفاعل لا الفاعل في حالته الأصلية هو ده الفاعل في الديني مساك you ده الفاعل must must eat ده مصدر الفاعل you must eat كل حاجات حققت يجب عليك ان انت تأكل your vegetables خضروات to stay healthy عشان تفضل بصحة جيدة انا بلزمت ان انت او من الضروري ان انت تاكل ايه خضروات عشان تبقى بصحة جيدة حسام must finish يجب علي انه وينه his homework الوجه بتاعه before going out to play قبل ما يروح يلعب انا بدأت بحسام الفاعل وان الفاعل مفرد بعدين must بعدين مصدر الفاعل في حالة ال negative val اللي ايه وانا في we use احنا نستخدم برضو mustn't to say that it is important not to do something ان انا هنا بقى مركب تيه حاجات معينة مينفعش او عن شيء مهم مهم مينفعش ان انت تفعله او مينفعش ان انت تعمله ببدأ برضو بسببجكت الفاعل الفاعل هيبقى i will we will they will you will you will she will it اسم مفرد او اسم جامع وبعدين must must not اللي هي mustn't ده اختصارها وبعدين برضو مصدر الفاعل we ده الفاعل mustn't talk بقى ده مصدر الفاعل we mustn't talk فعش تتحدث لاو دلي بصوط عالي in the library في المكتبة دي حاجة مينفعش تعمل so i mustn't go to the club today مينفعش تروح النادي اليوم وقلنا ان must not بتساوي mustn't بتساوي must never يعني students الطلاب must never يجب قال لا ران يجروا inside the building خارج الايه او داخل المبنى عندي هناك question سؤال اما ب yes or no questions yes or no questions اللي هو السؤال بمعنى هل او wh questions السؤال بأداة استفام لو اسأل بهل هنسأل ب must must بعدها الفاعل قلنا the i and the she and the they and the they and the you and the you واسم جام ومصدر الفاعل برضو must we put rubbish in the bin يعني ايه؟ الاجابة طبعا yes you must طب لو اسأل بادئة استفام مادئة استفام مادئة استفام مادئة استفام مادئة استفام الفاصل قال لك يجب عليك ان انت تسمع المجرسين بتوعك او يجب الا تعمل ايه ضوضاء جايب لي كزا مثال محلولين زي ما نشايفين مثالين اهو بقول لك هنا ننفعش تكون طيب مع الاخرين هينفع لا مفروض تبقى طيب مع الاخرين بقى ايه ولاد هتبقى وهو حال انهالي اصلا اهي لانه شيء مرغف فيه ماستوي بيجي بعدها مصدر الفعل بقى دونج ولا دو دونج غالط بقى هتبقى صح ايه دو تعالى نكمل اخر حالية معنا في الدرس المهارضة في صفحة 141-141 اللي سكلز المهارات رايت رايت اللي هنكتبه بشكل صحي بقى كيفية الكتابة عن مكان تاريخي هتبدا تقول ايه فيزيتد وان او انا زرت الكسير من الاماكن الايه او واحدة من اروع الاماكن التاريخية ها كزا يعني مسلا في بيترا في اليكزاندرية ايا كان بقى المدينة الاكتباء اتس وابدأ اقول وصف المكان ابدأ اقول انا درس استعلم في ايه في درس التاريخ ابدأ قوي ان هو مبني واسم صاحب المبنى اين تاريخ البناء اه اتواس بلته سبب البناء بتاع المكان ده وهو واحد من اروع الاماكن الايه التاريخية تعالى كده ندي مثال مثال مكان تاريخي انت ايه زرته انا زرت مكان رائع تاريخي في الهند بدا اقول بقى ذاتاج محال ان اغرا ياولاد دي ما كان فين في الهند اي وينت انا زهرت ذير هناك وز ماي ماما مع مامتي انت ذاد وبابايا اتز فيري هيوج انصايز هو ضخم في الحاجم اي ستد اباوت ذاتاج محال اتسكول درست عنه في المدرسة اي اولسو سو اتس بكتشرز وصوف تصوره بات وواتشنج اتوز ماي ازلمك لما بشوفه بعنايه وز لايك ادريم هو مثل الحلم ذات كيم ترو اللي اصبح حقيقة اتواز بيلد باي هو اتبنى عن طريق مين ياولاد عن طريق طبعا شاه جيهان حوالي طبعا سكستين ثيرتي يعني الف ياولاد ستمية وتلاتين يعني في حوالي سلسينات القرن السابع عشر بدأك بعد كده قالك كهدية لزوجته وبدأ يقولك بقى ان ممتاز محل بناءه اخذ حوالي اتنين وعشرين عام الناس بتعتقد ذات شاه جيهان ما له هنقول انه انه عمل ايه ياولاد انه قطع ايدي العمال اللي بنوه عشان حتى لا يمكن بناء اي مبنى مماثلة وذير فور بعد ذلك طبعا اه بقولك طبعا ان هزا احد اكثر الاماكن التاريخية روعة يقولك اكتب مكان طبعا ايه ياولاد عن مكان قديم طبعا وبدأ بقى تكتب عن مكان تاريخي انت زورته وفي اماكن تاريخية كتير جدا تقدر تتكلم عنها في ايجيت في مصر وكده ياولاد احنا خلصنا شرح وكراكة الكلمات وحل شرح وكراكة الكلمات اللي موجودة في الدرس الاول والتاني في الواحدة الرابعة الصف الثاني الاعدادية وفعل زر الجرس اشترك حاني وفعل زر الجرس اشترك كل جديد ادعمنا بلايك ازا تكتب ايميل صفحة الفيسبوك لو محتاجة استفسار وقائمة تشغيل الصف الثاني الاعدادية عشرين خمسة وعشرين تلم اول فيها جميع دروس بعيال خاصة بموقع الوزارة وفيها جميع الدروس السابقة مشروحة ومحلولة بالترتيب الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنزلك الحل اللي موجود على الدرس الاول والتاني واشكركم جميعا كانت معاكم مسأس ما ياسر اشوفكم في فيديو بديو